نحن معنا بسوريا صناعة نجم للأسف معنا صناعة نجم كيف يعني صناعة النجم تقصدي فيها؟ يعني شوفي بمصر بيكون في نجوم صف أول أو بقلب العمل في نجوم صغار هلأ جايبينون خريجين جداد يعطيناهم أدوار بطولة رئيسية وبيكونوا مع نجوم الكبار بصفهم مثلهم مساويين العلون نحن معنا بالتاني عمل بتلاقي كمان هو نجم حامل المسلسل يعني بتلاقي بتاني عمل اسمه يعني هنيك بخاطره خلينا نقول أو شوفينا نسميه لهذه الحالة لحتى هي مانا موجودة عندنا بالأصل ما عندنا نحن نحن عندنا تكريس للنجم اللي من قبل من فترة يعني تقريبا من 20 سنة كان في فترة طلب فيها شوية خريجين كان إلال هدول الخريجين صاروا نجوم والأ دايما 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 عندنا تكريس بتحسي إنه حتى المخرجين ما حابين يعملون نجوم جداد بالبلد ليش شو السبب يعني مش عمل نجوم هدول في كتير اسباب غريبة عجيبة المسلسل ما بيتسوق على اسم حدا جديد المسلسل ما بيمبع وهي حقيقة لا ما نحقيقة لأنه بلبنان عم بيجيبوناس ما إلا علاقة واحدة عرضة إزياء واحدة بتشتغل إعلانات واحدة ما بعرف شو رسامة بفجرة بيحطوها بطلة لدور أول مع نجم سوري بتشتغل عملو بتصير نجمي وعرفتي ملأ بيصنعوا النجم يعني حتى بالفدن صاروا يعملوا صين يعني يصنعوا نجم نحنا ملأ نحنا عنا كم خريجي جداد بياخدوا دور الإبن والإبنة هدول خريجين للإجداد هلأ أنا ما بصبت دور الإبن والإبنة برأيهم عرفتي فأنتي لازم تعيشي تحسي حالك بعمرك الطبيعي ما حدا شايفك أنه لازم يعطي أكبر يكبروكي مو عمل أندع على العمل أنا أتكبر أكبر من عملي عشرين سنة لأشتغل أكثر بتحسي أنه لأ في شي ما نصح ليه طيب اليوم كلمة نجمة تقال بدون معايير طبعا يعني هيك بيطلقوا خلينا نقول فنانات النجمة السوشال ميديا يمكن الجمهور والعالم بيطلقوا هاي الكلمة شو معايير النجمة اليوم ما في معايير يعني أنا بتفاجأ أنه واحدة عاملة خمس مشاهد فقط خمس مشاهد النجمة السورية كذا كذا أنه هدا الحكي من سنتين مو هلأ من سنتين النجمة السورية طب هي عاملة بس خمس مشاهد شلون صارت نجمة شلون موبر الجماعة كيف الوحدة بتصير نجمة؟ أي شيء غريبة بتعملي بتصير نجمة أي شيء مانو مألوف بتصير نجمة هلأ واحدة يعني حطة إشار بتشيله بيقولوا عنا واو هاي مدري شو لبستي بروتيل بيان شوي من كتفك هاي نجمة كل شيء مختلف كل شيء لابسة النورها قصيرة لابسة بكينة هاي نجمة يعني أي شيء صار في معايير جديدة لموضوع النجمة طيب اليوم لكن في نجمات موجودين طبعا في نجمات بالساحة مين نجمات الأهم خلينا نقول بتشوفيون انت يا رينا سوريات في كتير عنا نجمات بخاف أقول كم حدا أم يعني نجمات أخذي سلافة واخرجي سلافة معمار أمل عرف فينا دين تحسين بيك نسترين طافش في كتير ما بدي نسى حدا يعني يعني في كتير نجمات طيب اليوم المعيار الحقيقي للنجمة يعني فينا نقول انه هاي نجمة هل هو رصيد السنوات الكتير والأعمال الكتير أم الأدوار المؤثرة حتى لو ما كانوا كتير شو برأيك هو إمتى فعلا تستحق الفنانة لقب نجمة لقب نجمة اللقب الحقيقي غير اللقب بالشديد للكل بس أنا بشوف يعني هكذا بالنسبة لقلي كارنة بس هذا ما بصير عمو أي ممثلة بتعمل دور حلو بيترك أثر أو بتتسمى فيه وبتصري بتتذكرية بهذا الدور فهي نجمة طيب اليوم هل رنا ريشة نجمة؟ لا صعب لك ما بصير أحكي يعني شوي صعب الباحث بس يعني الجمهور جمهورنا كلوب يعني شو سيري يعني إن بعتلي الدور أقرى الوراق بعد يوم يلا يراح الدور باي باي نسحب أي يعني ما في يقول عن حالي إنه أنا نجمة لا ما عملت أنا عمقول إنه النجمة هي اللي بتعمل دور أو دورين أو مسلسل فيه دور بيترك أثر عند الجمهور وناس بتحكي فيه إنه هذا الدور عملته مثلا صار طيب اليوم مو أي دور أنت بتاخديه فيك تعملي فيه أثر عند الجمهور ولا لا المساحة وطبيعة الدور هي المؤثرة بشكل أكبر عزي عن دكتور فيه كم من المشاهد ميتين مشاهد وما فيه لإله أثر بالمسلسل وما فيه مساحة تعبري عن حالك شلون دكت بيني ليه ما أخدت رانا ريشة لحد هلأ هيك أدوار ما بلا هذا السؤال ملالي تتسألي هذا للمخرجين تبعاتنا يعني خرجت معهد رانا واليوم منعرف قداش الواحد يعني بيطعب كتير بالمعهد ويهيئ من قبل أساتذي مهمين عم نشوفهم بالدرامة السورية أنا بالمعهد قدمت ثلاث سنين على المعهد أول سنة من قبل تاني سنة طلعت بالنجحت بالفحص طلعت على الوركشوب طلعت تالت سنة لفت على المعهد أربع سنين بطلع الأولى على دفعتي لما تخرجت كان الكل عم بيقول رانا ريشة رح تعمل اسم بره بيهوليو دو بمصر وبيبنان وما بعد كان عم بيقول المخرجيين اسم بكرة نجمة طلعت من هون نجمة بالدراما ونجمة كذا أدوار بطولة وكثير صعبين ومو أي حدا بيعملون يعني طيب بالتلفزيون أو بالدراما التلفزيونية ما أخدت هالأدوار المهمة فينا نقول أنه بعض المخرجين بيشوفوا أنه هذا الممثل يليق للمسرح أو للسينما أكثر من التلفزيون ولا الممثل لا يتجزأ لا ما فينا نقول هيك موسل موسل بديها يعني بس يعني المخرجين طبعاتنا ما شفتون عم بيشوفوا السينما وعم بيشوفوا مسرح يعني أنا بالأفلام اللي عملتها ما شفتون و بالمسرح اللي عملتهم ما شفتون آه أوكي يعني ما حضروني ولا شافوني ولا بيعرفوا شي يعني بيعرفوني بالفيسبوك بعالم الافتراضي أنه هاي اسماري دريجي بس ما شافوا شغلي ما بعرف طيب هالشي مبطلوب منك أنت لتعمليه أنه أنت تورجيون شغلك عملت حاولت جربت أنه تواصل مع هاي بالفترة الماضية يعني مو هلا جربت أنه تواصل لأنا حابة أشتغل قدام مع فلاني أو بعثت مسجي وهذا حق شرعي للممثل أنه يقول للمخرج أنا خريج وأنا حابة بشتغل هذا كثير شي طبيعي طبيعي حقك موسلة أو ممثلة يعني أنه أنا حابة أشتغلها وحابة كذلك ما طبعا لا صدا باي باي ما ردو ما ما حدا بيرد عليكي لازم يكون المدير الإنتاج بيعرفك ولازم العلاقات شغالة والعزايم شغالة والهدايا شغالة سوري بس هاي الحقيقة موسيقى موسيقى